راجت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي صور غريبة شوية واستغربوها برشا النيس تعود إلى راشد الغنوشي وهو في ظل حشد معناها من نيس وقعد يمد في يده والعباد يبوصلوا في يديه وكأنه في مشهد معناها متاع مالك والأمير مانش متعودين بي في تونس يعني هم يبوصل أيدي معناها ما تصيرش لكن الصور هدي راجت برشا واقترنت بالمسيرة اللي عملتها حركة النهضة مسيرة 27 فيفري 2021 في شرع محمد الخامس بتونس العاصم الصور هدي لقى تنديد كبير برشا من قبل أعلميين محامين سياسيين زيدة والنيس الكل في مختلف مواقع تواصله الاجتماعي تبرتجي في التصورة ذوما وتقول شو تونس كيفش وليت في 2021 وتندد به برشا عبيد يعني قالت كيفش تونس يصير فيهاك وكيفش تصور هدي تظهر لكن الحقيقة حركة النهضة ما ردتش على صور هذية وما وضحتش لأنه فما جزء من الناس يقول اللي صور هذي أصلا قديمة ما هيش جديدة ما تعملتش نهار مسيرة 27 فيفري لأنه الغنوشي ما التحمش بالشعب معناه بالمواطنين اللي مشوا للمسيرة وفقط تطلع على المنصة وقدم الخطاب امتعوه لكن حركة النهضة إلى حد الآن ما وضحتش حقيقة هذه الصور لكن الناس رغم ذلك يعني تعتبر مهما كانت سواء الصور هذي في مسيرة 27 فيفري 2021 أم أنه حتى كانت في مسيرة أخرى وألا في تظاهر أخرى أقديمة فهذا عار على تونس ونحكي على موقف الأستاذ مونير بن صالح اللي وجه رسالة قاسية جدا إلى راشد الغنوشي وإلى حركة النهضة وين بارتاج زاد هو الصور هذية وأعلق عليها وقال لا أتذكر أن مواطنا بس فيما سبق يد بورجيبة أو يد بن علي ماذا أصابك يا شعب وفي انتظار توضيح من حركة النهضة لحقيقة هذه الصور لكن لا أريد تستنكرها حتى لو كانت هذه الصور قديمة ماذا أصابك يا شعب